لأنني نشرت منذ سنوات طويلة فتوى مهمة جدا وعظيمة لسماحة السيد السستاني دام ظله الشريف حيث اندلعت فتنة في العراق تلك الفتنة السوداء هناك سماحة السيد السستاني أطلق فتوى تاريخية وقال طبعا هذه ليست فتوى مختصة بيه هذا رأي كل مراجع وكل فقهاء ماذا بأهل البيت قال لا يجوز النيل من رموز السنة والسنة أنفسنا لا تقولوا إخواننا بل قولوا أنفسنا هذه تقريبا أكثر من سبع سنوات صدرت من سماحة السيد السستاني وكذلك قال لو قتلوا أولاد الخمسة لا أطالب بثأرهم جيد الآن هذه الفتوى التي صدرت قبل أيام بعد حصول ما حصل من بعض المغفلين أنا أسميهم بالمغفلين هؤلاء يعني يحركون الفتنة بين المسلمين بتحريك من أعداء المسلمين